بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية طيبة بالجميع تحية طيبة طلابنا وطالباتنا الأهزاء في جامعة الجميع الذكية أرحب بكم أنا مدرس هذا المقرر تبتور محمد الخطيب في مادة Introduction to Cryptography أو مقدمة إلى علم التشهير في المحاضرة الماضية تكلمنا عن مقدمة عن هذا المقرر شرحنا أهم المواضيع التي سوف تغطى في هذا المقرر استراتيجيات التدريس المتبعة تكلمنا عن أهم مخرجات التعلم وهي عبارة عن المعارف والمهارات التي سوف يكتسبها الطالب من هذا المقرر أيضا المحاضرة الماضية أخذنا لمحة عامة وسريعة عن مختلف المواضيع التي سوف تغطى بالإضافة إلى ذلك تكلمنا عن طرق تقييم هذا المقرر وضحنا لكم أيضا المراجع الرئيسية الكتب لتدريس هذا المقرر والآن سوف نبدأ في موديول رقم واحد تحديدا في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن أهم المباتئ والمفاهيم المتعلقة بعلم التشفير سوف نتكلم عن أهم وظائف خوارزميات التشفير وأهم الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الخوارزميات المواضيع التالية تحديدا سوف تغطى في موديول رقم واحد Overview on the field of cryptology Principles and functions of crypto algorithms Basic of symmetric cryptography Classical cryptography طبعا في مرحلة الـ overview هنتكلم عن الـ concepts behind crypto systems إيش نقصد بنظام التشفير ما هو المقصود بالـ plain text ما هو المقصود بالـ ciphertext Principles and functions راح نتكلم من خلالها عن أهم الوظائف اللي تؤديها أنظمة التشفير راح نتكلم عن عمليات التشفير فك التشفير إرسال الكي وأهمية إجراء هذه العملية بمستوى عالي من الدقة والأمان من ثم راح ننتقل عن الحديث بشكل معمق أكثر عن أحد أهم أنواع خوارزميات التشفير وهو symmetric cryptography راح نصنف خوارزميات التشفير بناء على عدة طرق ثلاث طرق رئيسية سوف نتعرف عليها بعد قليل من ثم سوف نتعمق أكثر وأكثر ونأخذ أمثلة عملية على استخدام خوارزميات التشفير وسوف نبدأ بخوارزميات التشفير الكلاسيكية تقليلية أو ما يعرف بالclassical cryptography classic تعلمنا للclassical cryptography هو مدخل لترسيخ المفاهيم المتعلقة بعلم التشفير وهو أيضا نقطة ننطلق منها لتعلم خوارزميات التشفير الأكثر تقدما مثل طبعا public key cryptography وغيرها هنا قبل البدء نود نعطي لمحة عامة عن علم التشفير هنا طبعا تجدون في هذا المخطط وهذا المخطط يختصر الكثير تجدون في قمة المخطط مصطلح cryptology cryptology يعني العلم الذي يشمل الكريبتوغرافي علم التشفير والكريبتاناليسيس هو العلم المقابل لعلم التشفير الكريبتاناليسيس هو عبارة عن العلم وأحيانا يسمى الارتس أو الفن اللي من خلاله يتم كسر خوارزميات التشفير أو محاولة تحليلها وإيجاد نقاط ضعف معينة فيها الكريبتاناليسيس طبعا جدا جدا مهم حتى نستطيع التحقق من مستوى أمان خوارزمية التشفير معينة يجب أنه يتم إجراء عدد من المحاولات لإيجاد نقاط ضعف إجراء عدد من المحاولات لكسر هذه الخوارزمية حتى يتم التحقق من مستوى الأمان لها نأتي هنا على اليسار هنا علم التشفير هنا علم التشفير هو العلم الذي يعنى بدراسة خوارزميات التشفير والبروتوكولات المرتبطة بها خوارزميات التشفير أو الكريبتو ألغوريثمز ممكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين النوع الأول Symmetric Cyphers وهي باختصار خوارزميات التشفير تستخدم مفتاح واحد فقط يستخدم هذا المفتاح لإجراء التشفير ولفك التشفير هذه الخوارزميات بدورها يمكن تقسيمها إلى Public Cyphers و Stream Cyphers طبعا هذا التقسيم جاء تبعا لطبيعة العمليات التي تجرى والتي من خلالها يتم التعامل مع مجموعة الباناري بيتس في النص الأصلي وتحويلها إلى مجموعة أخرى من الباناري بيتس تمثل النص المشفى حنشوف أنه البلوك Cypher يقوم بتشفير كل بلوك على أحدها كل مجموعة من الباناري بيتس على أحدها بينما Stream Cypher واللي هو النوع المفضل لل Small and Embedded Devices اللي هي الأجهزة التي لها مصدر محدود من الطاقة واللي عندها طبعا resources جدا بسيطة فهي تفضل استخدام Stream Cypher لأن Stream Cypher يقوم بتشفير كل باناري بيتس على أحدها النوع الآخر من خوارزميات التشفير يسمى Asymmetric Cypher أو ما يعرف بالPublic Key Cryptography هذا النوع يستخدم مفتاحين لإجراء عمليات التشفير وفك التشفير هو يستخدم مفتاح عام Public Key يستخدم لإجراء التشفير وأيضا افتاح خاص أو Private Key يستخدم لفك التشفير ورح نشوف أنه Public Key وكريبتوغرافي أو Asymmetric Cypher والSymmetric Cypher كلاهما يستخدم لإنشاء Secure Protocol لتبادل البيانات عبر شبكة الاتصال فمثل ما لاحظنا هنا الآن هذا الشكل أو المخطط يعطينا خلاصة وحيكلية عامة لعلم التشفير هنا وكعادة أي مادة نبدأ بتقديم أهم المفردات والمصطلحات الرئيسية في هذه المادة من Terminologies and Definitions ونبدأ بالمصطلح الأعام والأشمل Cryptography So what is Cryptography? Cryptography is the science of secret writing with the goal of hiding the meaning of a message وهنا سوف أتوقف قليلا عند نقطة هامة جدا في هذا التعريف هنا لاحظوا أن الهدف من علم التشفير هو إخفاء معنى الرسالة بمعنى عند تشفيرنا لنص معين لرسالة معينة وبنثم إرسال هذه الرسالة هذه الرسالة سوف يتم تحويلها إلى شيء غير مفهوم إلى عبارة عن رموز وأحرف مباثرة لا تعطي المعنى الحقيقي لهذا الرسالة بمعنى أن التشفير يهدف ليس إلى إخفاء الرسالة نفسها ولكن يهدف إلى إخفاء معنى هذه الرسالة من خلال تحويلها إلى نص مشفر غير مفهوم لا يعطي معنى معين فبالتالي إذا تم التقاط هذا النص المرسل عبر شبكة الاتصال كنص مشفر من خلال المهاجم المهاجم لم يستطيع معرفة المعنى ويعلم أن هناك مثلا 1424 binary bit تم إرسالها من طرف إلى طرف ولكن هذه 1024 binary bit لا تحمل معنى منطقي مفهوم لأنها مشفر المصطلح الآخر Cryptoanalysis Cryptoanalysis is the science and sometimes the art of breaking crypto systems إذن Cryptoanalysis هو عبارة عن علم موازي لعلم التشفير يهدف إلى استخدام قواعد رياضية إلى استخدام العلم والتحليل وأحيانا إلى استخدام أيضا الفن من أجل كسر خوارزميات التشفير والCryptoanalysis مجال جدا جدا مهم لأنه من خلاله نستطيع التأكد والإطمئنان إلى مستوى أمان خوارزميات التشفير كل خوارزميات التشفير الموجودة حاليا والمستخدمة في البنوك في الجهات الحكومية والخاصة كلها تم إجراء العديد من Cryptoanalysis التستس عليها تم إجراء اختبارات للتحليل ولمحاولة كسرها إلى أن تم الإطمئنان إلى مستوى أمان هذه الخوارزميات من ثم تم إعلانها كـ Standard Crypto Algorithms حتى يتم تبنيها في الإنترنت سيكوريتي بروتوكولز يتم تبنيها في مختلف الأنظمة الأمنية تجدون الآن حتى الشركات الكبرى عندما يعني تصدر منتج معين أحيانا قد تضع جوائز لأي شخص يستطيع أن يجد ثغرة أمنية في هذا المنتج هي تهدف بالدرجة الأولى إلى معرفة ما إذا كان هناك خلال ما لاستكشاف أي ثغرات موجودة في هذا المنتج قبل أن يتم تبنيه رسميا أيضا لدينا ماذا نعني بالPlain Text المحتوى الأصلي قبل إجراء عملية التشفير عادة المرسل يقوم بإنشاء من ثم يقوم بعمل تشفير ومن ثم إرساله وهذه العملية التي تتم عندما يتم إرسال واستقبال بيانات عبر شبكة الإنترنت السافر تيكس السافر تيكس السافر تيكس بكل بساطة هو النص المشفر هو البلين تيكس بعد إجراء عملية التشفير عليه طبعا هنا السافر تيكس فيما لو تم التقاطه من خلال أي شخص أو أي مهاجم أي شخص يريد أن يحصل على محتوى البيانات في حال تم التقاط السافر تيكس فبالتالي هو لا يستطيع الإطلاع على معنى الرسالة لأن السافر تيكس لا يعطي معنى مفهوم نكمل هنا في عرض أهم المصطلحات في مجال التشفير لدينا أيضا الكي الكي هو المفتاح الذي من خلاله يستطيع المرسل تشفير البلين تيكس أو النص وأيضا من خلاله يستطيع المستقبل فك تشفير السافر تيكس للحصول على البلين تيكس من جديد طبعا رح نشوف أن الكي يوجد له متطلبات من ناحية إنشاء هذا الكي ويوجد أيضا متطلبات من ناحية مشاركة هذا الكي ما بين المرسب والمستقبل وكيفية إبقاء الكي آمنا نأتي هنا لأهم الفنكشن for crypto algorithms encryption encryption is the process of converting plain text into ciphertext إذن هي بكل بساطة هي عبارة عن function عبارة عن عملية هذه العملية قد تكون عملية رياضية أو منطقية أو غيره زي ما رح نشوف من خلالها يتم تحويل النص من صيغة الرئيسية إلى نص مشفر عكس هذه العملية هي decryption decryption is the process of recovering plain text from the ciphertext هي العملية اللي من خلالها نستطيع استعادة النص الأصلي من النص المشفر وعادة decryption هي عبارة عن عكس عملية الإنكريبشن وهذا سوف نلاحظ في كل عملية تشهير راح تمر معنا ابتداء من classical encryption algorithms وصولا إلى مور advanced crypto algorithms زي data encryption standard و advanced encryption standard دائما عملية decryption reverses the encryption process تابع معكم أعزاء الطلاب في موديول رقم واحد أيضا لدينا مصطلحات جدا هامة في مجال الخوارزميات التشهير لدينا مصطلح السايفة ماذا نعني بسايفر السايفر هو مصطلح يطلق على خوارزمية التشهير أو نظام التشهير السايفر أيضا يقابل crypto algorithm بنفس المعنى أيضا crypto system كلها تعني نظام التشهير أو خوارزمية التشهير هنا خوارزميات التشهير يمكن تصنيفها إلى Transmission and Substitution Cipher In Transmission Cipher The units of the plain text are rearranged إذن في هذا النوع من الصيفر أو من خوارزميات التشفير يتم إعادة ترتيب الحروف بشكل مختلف حتى نحصل على نص غير مفهوم نص مشفر بينما الحروف هي نفسها لم يتم استبدالها بينما بعض خوارزميات التشفير الأخرى تندرج ضمن نوع يسمى substitution cipher In the substitution cipher, the units of the plain text are retained in the same sequence in the cipher text but the units themselves are altered or substituted بمعنى الآن يتم استبدال الأحرف في ال plain text بأحرف أخرى جديدة حتى نحصل على النص المشفر طبعا في محاضرة اليوم بعد تقديمنا لأهم المفاهيم في مجال التشفير أهم الخدمات الأمنية لتقدمها أنظمة التشفير سوف نبدأ بدراسة خوارزميات التشفير التي تندرج ضمن substitution cipher أيضا يمكن تصنيف خوارزميات التشفير اللي هي من نوع substitution cipher إلى mono-alphabetic cipher and poly-alphabetic cipher في المono-alphabetic cipher uses fixed substitution over the entire message بمعنى أنه في هذا النوع يتم استبدال الحرف بحرف واحد فقط وهذا الاستبدال هو ثابت أو ما يطلق عليه بone-to-one mapping بمعنى إذا استبدالنا الحرف a في النص الأصلي بالحرف x فأي تكرار للحرف a سوف يتم استبداله بالحرف x في poly-alphabetic cipher لا طبعا هنا عملية substitution is not fixed بمعنى ممكن تكرار الأول للحرف a يتم استبداله بالحرف x بينما التكرار الثاني للحرف a يتم استبداله بالحرف k وهذا طبعا يعطي مستوى أفضل من الأمان مثل ما راح نشوف بعد قليل طيب الآن وقبل ما نتعمق في خوارزميات التشفير دعونا نلقي نظرة عامة على عملية التشفير كيف تتم هذه العملية؟ هنا طبعا لدينا الصورة الكبرى مع إخفاء الكثير من التفاصيل هنا هذه الصورة توضح لنا نظام التشفير العام لاحظوا الآن نظام التشفير يعمل كالتالي لديه message هذه المسيج طبعا للتذكير بالمصطلحات التي درسناها للتو هي plain text أي النص الأصلي قبل بداية عملية التشفير ولدينا طرفي الاتصال طرفي الاتصال هم المرسل Alice والمستقبل Bob وهذه مجرد تسميات إصطلاحا Alice تريد إرسال رسالة بشكل آمن إلى Bob وهنا دائما أي نظام تشفير يفترض أو يعتقد بوجود if وأحيانا يسمى أوسكر if هي اختصارا للإيف ستروبر اللي هو الأتاكر أو المتصنط الذي يهدف إلى الإطلاع على محتوى الرسائل المرسلة ما بين الطرفين وبالتالي تهديد خصوصية المعلومات يهمنا عند إرسال أي رسالة عبر شبكة الاتصال أن لا يستطيع أي أحد الوصول إلى معنى ومحتوى هذه الرسالة إلا الأشخاص المسموح لهم بذلك من هم الأشخاص المسموح لهم بذلك؟ فقط Sender والReceiver في السيناريو اللي موجود أمامنا الآن Alice وبوب إذن نفترض أنه الإيف ستروبر دائما موجود if أو أوسكر طيب هنا ماذا يلزم Alice أن تعمل Alice تحتاج إلى قبل إرسال الرسالة عبر شبكة الاتصال تحتاج إلى عمل encrypt نحظه هذه هي main function للcrypto algorithms تحتاج أنها تعمل تشفير باستخدام أحد خوارزميات التشفير مدخلات عملية التشفير بالإضافة إلى الرسالة الأصلية لدينا الكي لاحظوا أن الكي لا بد أن يكون مشترك وموجود عند الطرفي الاتصال إذن مدخلات عملية التشفير هي message أو plain text بالإضافة إلى الكي مخرجات هذه العملية مخرجات هذه العملية طبعا هي السافر تكست إذن مخرجات هذه العملية هي السافر تكست ونذكركم ما يرسل عبر شبكة الاتصال بعد التشفير والسافر تكست نكتب اختصارا هنا كسافر هنا في حال تم اعتراض السافر تكست من خلال إيف أو الإيف ستروبر فبالتالي هو لن يستطيع الإطلاع على المحتوى لن يستطيع الإطلاع على المسج لأن هذا هو نص مشفر لأن المستلم بوب يحتاج وقبل الوصول إلى المسج يحتاج أن يقوم بعمل decryption أو decrypt لاحظوا الآن مدخلات عملية decryption هي السافر تكست أو النص المشفر بالإضافة إلى الكي إذا كنا نستخدم symmetric cipher فبالتالي يجب أن أن ألس وبوب كلاهما يمتلك نفس الprivate key والذي سوف يستخدم للتشفير ولفك التشفير بعد إجراء decryption بوب يحصل على الرسالة الأصلية من جديد بهذا الطريقة بهذا السيناريو البسيط ويوجد في كل خطوة من هذه الخطوة التفاصيل أكثر راح أطمر معنا اتباعا في هذا المقرر بهذا الطريقة أي طرفين على شبكة الاتصال يستطيعون ضمان سلامة وخصوصية المحتوى المرسل فيما بينه راح نشوف أنه عمليات التشفير توفر لنا الكثير من الخدمات الأمنية بالإضافة إلى الخصوصية توفر لنا خدمات أمنية أخرى سوف نتعرف عليها بعد قليل نتابع معكم هنا سوف نتحدث عن goals of cryptography ما هي أهداف علم التشفير goals of cryptography indicates the security services that will be provided by crypto algorithms هنا الهدف من استخدام أي نظام تشفير هو توفير خدمات أمنية معينة ما هي هذه الخدمات؟ أول خدمة أمنية وأتوقع يمكن تكلمنا عنها ضمنية في السلايد السابق وهي confidentiality confidentiality means keeping information secret from non-authorized entities الآن لما ألس وبوب زي ما شفنا في الإسلاد السابق يتبادل الرسائل فيما بينهم بعد تشفيرها عند عملية الإرسال وفك تشفيرها عند الاستقبال فبالتالي هم يهدفون من استخدام خوارزمية التشفير إلى تأمين سرية البيانات والمعلومات المرسلة فالconfidentiality أو السرية هي من أهم الخدمات الأمنية التي نحصل عليها من خلال خوارزميات التشفير أيضا بماذا ممكن نستفيد؟ ما هي المين services that can be provided by encryption and decryption by crypto algorithms data integrity data integrity أو تكامل البيانات means to ensure the information not being altered or falsified or modified by unauthorized entities الانتغريتي تهدف هي عبارة عن خدمة أمنية تهدف إلى حماية تكامل البيانات سلامة البيانات من التعديل الغير مسموح به من قبل أشخاص لا يمتلكون الصلاحية فمثلا عند إرسال رسالة ما بين طرفين على شبكة الاتصال يهم من طرف المرسل والمستقبل ضمان عدم التعديل على هذه الرسالة أثناء الإرسال ضمان أن المعلومات تم استلامها تماما تم إرسالها من خلال الطرف المرسل سوف نرى في هذا المقرر أنه يوجد لدينا العديد من الكريبتو ألغورثمز واللي من خلالهم نستطيع ضمان سلامة وتكامل البيانات أيضا الآثنتيكيشن which means the identification between parties من خلال خوارزميات التشفير سوف نتأتد من مصدر هذه البيانات بمعنى يستطيع بوب الذي استلم رسالة من ألس يتأتد بالفعل بأنه هذا الرسالة مصدرها ألس هذا الرسالة بالفعل أتت من خلال ألس وليس من خلال طرف آخر وهذا أمر جدا جدا مهم عند استقبال أي أوامر أتت كرسالة إلكترونية سواء لجهات حكومية أو خاصة من المهم التأكد من مصدر هذا الأمر أو الرسالة أيضا من ضمن الخدمات الهامة التي تقدمها خوارزميات التشفير هي non-repudiation non-repudiation prevent an entity from denying previous actions which is extremely important especially in the fields of e-commerce and business هنا الآن من المهم التأكد من أنه أي جهة قامت بعمل action معين قامت بإرسال رسالة معينة يتم التأكد من المهم أن يتم التأكد أنه هذه الجهة لا تستطيع إنكار إرسال هذه الرسالة أو عمل action معين non-repudiation service هي خدمة أمنية نستطيع نصل عليها من خلال digital signature algorithms والتي تعتمد بالأساس على crypto algorithms خوارزميات التوقيع الإلكتروني توقيع الإلكتروني والذي يعتمد على خوارزميات التشفير هو يحاكي التوقيع اليدوي الآن لما أنت توقع على وصل مالي معين لما توقع على عقد معين عقد شراء أو عقد بيع ما هو الهدف من توقيعك على هذا العقد الهدف هو إثبات مسؤوليتك عن هذا الأمر أو العقد وعدم قدرة التشخص على التنصر من هذه المسؤولية لاحقا وهذا هو نفس الغرب الذي تسعل خوارزميات التشفير الإلكتروني من خلال توفير non-repudiation service راح نشوف أنه خوارزميات digital signature واللي هي تعتمد على أنظمة التشفير لها العديد من الاستخدامات في الأنظمة التجارية والأنظمة المالية حاليا وهذا ما سوف نتطرق له في الدروس القادمة في هذا المقرر إن شاء الله هنا كما ترون نوضح طرق تصنيف خوارزميات التشفير هنا يوجد ثلاث طرق رئيسية لتصنيف أنظمة وخوارزميات التشفير إحنا بالفعل تعرفنا على أحد أولى هذا الطرق من خلال تصنيف خوارزميات التشفير إلى substitution and transmission ciphers الطريقة الأولى والتي تكلمنا عنها مسبقا هي طريقة تحويل النص الأصلي إلى النص المشفر The type of operations used for transforming plain text to ciphertext قلنا أنه أحد هذا الطرق كما تحدثنا سابقا تعتمد مبدأ الاستبدال أي أنه يتم استبدال كل حرف بحرف جديد حتى نحصل على نص مشفر وهو ما يعرف به substitution طريقة الثانية تعتمد مبدأ إعادة الترتيب أو Transmission في هذه الطريقة يتم إعادة ترتيب الأحرف داخل plain text بدون استبدالها حتى نحصل على نص مشفر هذه هي الطريقة الأولى لتصنيف خوارزميات التشفير طريقة الثانية Based on the number of keys used يتم تصنيف خوارزميات التشفير بحسب عدد المفاتيح المستخدمة وهنا يتم تصنيف خوارزميات التشفير إلى Symmetric و Asymmetric Cyphers Symmetric Cyphers تستخدم One Private Key هذا المفتاح الخاص سواء يستخدم لإجراء التشفير ولإجراء فك التشفير بينما في الـ Symmetric Cypher يتم استخدام مفتاح عام لإجراء عمليات التشفير ومفتاح خاص لفك التشفير وسوف نرى في المحاضرات القادمة أن لكل نوع من هذه الأنواع ميزاته وخصائصه بل وأنه كلاهما يستخدم كمكمل لبعضهما البعض من أجل الحصول على بروتوكول آمن لإجراء الاتصال طريقة الثالثة هي The Way In Which The Plain Text Is Processed هي عبارة عن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع البالي ريبيتز في البلين تيكست وهنا يتم تصنيف خوارزميات التشفير إلى بلوك سايفر وستريم سايفر طيب هنا نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو Secure Crypto Systems What do we mean by Secure Crypto Systems ما هو نظام التشفير الآمن Crypto Systems is Computationally Secure هو آمن حسابيا ومنطقيا بناء على التكنولوجيا المتاحة إذا تحققت فيه شروط التالية Cost of breaking سافر exceeds value of information إذا كانت تكلفة كسر خوارزمية التشفير تتجاوز قيمة المعلومات التي سوف يتم الحصول عليها عند كسر التشفير أيضا الشرط الثاني Time required to break سافر exceeds the useful lifetime of information إذا كان الوقت اللي يحتاج المهاجم لكسر هذا الخوارزمية يتجاوز العمر الافتراضي للمعلومات بمعنى الآن وعلى سبيل المثال خوارزميات التشفير الحديثة نقول أنها آمنة لأن المهاجم يحتاج إلى ما يقارب لعشرين سنة باستخدام التكنولوجيا المعروفة حاليا يحتاج إلى ما يقارب عشرين سنة حتى يستطيع كسر هذا الخوارزمية فلذلك هي آمنة لأن العمر الافتراضي للمعلومات المشفرة يكون قد انتهى بعد مرور هذه الفترة أيضا الشرط الثالث If the best known attack is to try all possible keys واللي هو يسمى brute force attack زي ما راح نشوف بعد قليل يعني بمعنى آخر هنا الخاصية الثالثة تعني عدم وجود أي backdoor أو أي طريق مختصر يستطيع من خلال المهاجم كسر هذا الخوارزمية إذا كان الطريق الوحيد أمامه الموجود هو أنه يبقى يحاول ويجرب كل المفاتيح المحتملة إلى أن يجد المفتاح الصحيح فبالتالي إذا توافرت هذه الشروط الثلاث نقول أنه نظام التشفير هو نظام التشفير آمن منطقيا وحسابيا طيب متى يكون نظام التشفير غير آمن crypto system is insecure if any shortcut attack is known فإذا كان يوجد طريق مختصر لكسر هذا الخوارزمية هذا النظام غير آمن سوف نرى أنه بعض أنظمة التشفير إذا اعتمنى على brute force attack وهي محاولة إيجاد كل الكيز المحتملة نحتاج إلى وقت طويل جدا بينما يوجد طريق آخر مختصر نستطيع من خلاله كسر هذا الخوارزمية بدقائق فهنا هذا الخوارزمية تعتبر غير آمنة فإذا وهنا مهم جدا نركز على هذه النقطة خوارزمية التشفير تكون آمنة إذا كان الطريق الوحيد فقط المتاح لكسرها هو بمحاولة كل المفاتيح المحتملة وهذه المحاولات تحتاج وقت طويل جدا بحيث يكون العمر الافتراضي للبيانات قد انتهى بعد مرور هذه الفترة هنا نقول أنه هذه الخوارزمية الآن هي آمنة عادة درجة أمان خوارزمية معينة يقيم من خلال الوقت المطلوب لكسر هذا الخوارزمية باستخدام البروت فورس أتاك البروت فورس أتاك سوف نتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل إذا كان يحتاج وقت طويل جدا فيعني درجة أمان هذه الخوارزمية تقدر وتقيم من خلال هذا الوقت طيب هنا الآن لو أخذنا مثال بسيط حتى نفهم البروت فورس أتاك لو فرضنا أن الكي المستخدم اللي استخدمت للتشفير هو عبارة عن one binary bit binary bit 1 ما هي القيم المحتملة لكي لو سأل نفسنا إذا كنت أنا مهاجم أتاك وأريد أن أعرف الكي المستخدم في تشفير نص معين وهذا الكي مكون من one binary bit ما هي القيم المحتملة للكي الإجابة أن الكي إما يكون قيمة واحد أو تكون قيمة زيرو إذن في عندي two possible keys طيب لو قلنا أن الكي يحتوي على two binary bits فبالتالي two binary bits إذن لدي أربع possible keys لماذا؟ لأن two binary bits القيم المحتملة لها إما واحد واحد أو صفر صفر أو واحد صفر أو صفر واحد إذن لدي أربع قيم محتملة ما هي العلاقة؟ العلاقة هي two power عدد binary bits سوف نجد أنه خوارزميات التشفير الحديثة الآن تحتوي على مفتاح أو تستخدم مفتاح تشفير يحتوي على على الأقل مثل AES 128 binary bit واللي هي تعتبر جدا آمنة لأن المهاجم في هذه الحالة يحتاج إلى 2 power 128 محاولة on average في المتوسط تقسيم 2 حتى يجد الكيم ولإجراء هذا العدد الكبير من المحاولات يتطلب زمن طويل جدا فمثلا هنا لو كان مفتاح التشفير المستخدم بطول 32 bit طبعا المهاجم يحتاج طبعا هذا الجدول يوضح تقدير أو تقييم الوقت المستخدم بالاعتباد على حجم الكي فلو كان حجم الكي 32 bit نجد الوقت هو 2.15 ms إذا كان 56 bit فيحتاج المهاجم إلى 10 ساعات طيب إذا كان الوقت المستغرق هو أو الكي حجم الكي هو 128 bit فيحتاج التاكر إلى عشرات السنين وهكذا كل ما زدنا كل ما زدنا حجم الكي كل ما يحتاج المهاجم إلى وقت أطول من إجراء المحاولات حتى يجد الكي المطلوب نجد الآن خوارزميات التشفير الحديثة تدعم كيز بأطوال تصل إلى 256 bit لغاية توفير مستوى أعلى من الأمان طيب لماذا كريبتوغرافي لماذا أنظمة التشفير لماذا نحتاج لدراسة أنظمة التشفير information security is a big topic there are many many fields in the area of information security عند الكثير من المجالات في هذا العلم تتضمن الكريبتوالغوريثيم الـ access controls protocols software real world info security problems and many many other fields الكريبتوغرافي is the part of information security that works best فبالتالي الكريبتوغرافي هو يعتبر من أفضل الأدوات بمعنى آخر يعتبر من أفضل الأدوات التي من خلالها أستطيع ضمان أمن أنظمة المعلومات والبيانات المرسلة عبر شبكة الاتصال باستخدام أنظمة التشفير أستطيع يقينا وعلميا وحسابيا أستطيع أني أحدد مستوى الأمان لخوارزمية معينة بشكل مؤكد وهذا هو المطلوب في مجال الـ information security ولكن طبعا استخدام خوارزمية التشفير بشكل صحيح هذا جدا مهم بمعنى لو كان لدي خوارزمية التشفير جدا آمنة ولكن واستخدمت كي بطول جدا مناسب ولكن ما استخدمت طريقة لإرسال الكي بأمان بهذه الحالة ممكن يتم التقاط الكي من خلال المهاجم ويستطيع هذا المهاجم كسر أو فك تشفير الرسائل بكل بساطة لذلك يجب استخدام أنظمة التشفير بشكل صحيح هنا طبعا سوف نبدأ بالتطرق والتعمق من خلال دراسة أولى أنواع أنظمة التشفير وهو ما يسمى بـ Symmetric Cryptography Symmetric Cryptography أو Symmetric Crypto Algorithms تتضمن أن كل الشخصين يجب أن يمتلك One Private Key هذا الكي يجب أن يتم إرساله بأمان وهذا الكي يستخدم للتشفير وفك التشفير هذه الخوارزميات هي ليست حديثة كلية هذه الخوارزميات كانت معروفة منذ القدم أو خوارزميات تندرج ضمن هذا النوع كانت معروفة منذ القدم تم تطويرها على مر السنين حاليا يوجد أيضا خوارزميات من نوع أو تندرج ضمن نوع Symmetric Cyphers هي طبعا على درجة عالية من الأمان ومن أشهرها Advanced Encryption Standard أو AES حاليا أغلب المستندات وأغلب البيانات التي يتم تشفيرها يتم تشفيرها باستخدام AES وهذا دليل على أنها تعطينا درجة عالية من الأمان طيب طبعا Symmetric Cyphers سنرى أنها تستخدم بشكل أساسي لتشفير النص وبالتالي هي توفر خاصيتين Confidentiality and Integrity فمن خلالها نستطيع التأكد من سرية البيانات وتكامل البيانات ولكنها تتطلب إرسال الكي بشكل آمن ما بين الطرفين واستخدام فقط One Single Key وهو Private Key في الطرف الآخر Symmetric Algorithms تعتبر نوع جديد نوعا ما من خوار زميات التشفير تم ظهورها في سنة ظهور الأول لها كان في سنة 1976 من أشهر أنواعها هو RSA الجمل و ECC طبعا نذكركم بأنه Asymmetric Algorithms تسمى Public Key Cryptography هي Public Key Cryptography لأنها بالفعل تستخدم Public Key وهو يستخدم للتشفير ولكنها أيضا تستخدم Private Key معلوم لدى فقط الشخص المستقبل والذي سوف يقوم بإجراء فك التشفير أيضا في التطبيقات الحديثة يتم استخدام الHydrid Cryptographic Schemes في الHydrid Cryptography يتم توظيف كلا النوعين يتم توظيف Public Key Cryptography والSymmetric Cyphers بمعنى يتم توظيف Public Key Cryptography على سبيل المثال لضمان إرسال الكي بشكل آمن ما بين الطرفين ومن ثم يتم توظيف Symmetric Cyphers لتشفير وفك تشفير الرسائل باستخدام هذا الكي ففي الHydrid Protocol يتم استخدام كلا النوعين لضمان توفير الخدمات الأمنية المطلوبة نعم في هذا المخطط نوضح Basic Scenario for Symmetric Cryptography تحدثنا قبل قليل عن Symmetric Cryptography والآن نتكلم عن الموضوع بشكل أكثر وضوحا من خلال الشكل التالي فهنا باستخدام Symmetric Cryptography مثال عليها AES Algorithm هنا ALICE أو المرسل تحتاج أنها تقوم بتشفير النص فبالتالي النص X هو Plain Text هو مدخل للإنكريبشن البروسيس بالإضافة إلى الكي الكي هو المفتاح المفتاح الخاص ومن ثم المخرج هو النص المشفر والذي سوف يرسل عبر الشبكة لاتصال هنا هذه الشبكة ذات الشبكة قد تكون الإنترنت دائما نفترض أنه أوسكر موجود أوسكر هو والإنستروبر ليحاول طبعا دائما الحصول على المحتوى المحتوى المعلومات المرسلة والاطلاع على المعلومات السرية عند الطرف المستقبل يحتاج أن يقوم بعمل ويحتاج أن يستخدم نفس الكي وبالتالي يحصل على Plain Text هنا وهذه جدا جدا مهمة There must be secure channel to exchange private key between sender and receiver فلازم كل الطرفين يجب ويلزم هما أن يتشاركان مفتاح بشكل آمن بكل بساطة إذا وقع هذا المفتاح بيد أي طرف آخر يستطيع هذا الطرف فكتشفير الرسائل هنا الآن نتكلم وباختصار عن Crypto Analysis حتى نكون قد شملنا كل أبعاد وأغلب المصطلحات المتعلقة بمجال التشفير لازم أن نتكلم عن العلم الموازي وهو Crypto Analysis Crypto Analysis يمكن تقسيمهم إلى ثلاث أنواع رئيسية Classical Crypto Analysis هي عبارة عن تقنيات من خلالها يتم محاولة إيجاد نقاط طعف وكسر خوارزميات التشفير وتنقسم إلى Mathematico Analysis يتم استخدام تقنيات رياضية بناء على نظريات رياضية معينة وأيضاً لدينا Brute Force Attack Brute Force زي ما تكلمنا عنه قبل قليل هي محاولة إيجاد الكي من خلال إجراء كل المحاولات الممكنة تجربة كل الكيز الممكنة أيضاً لدينا النوع الآخر من Crypto Analysis Techniques يسمى Implementation Attacks من خلالها يحاول المهاجم إيجاد ثغرع في تطبيق خوارزمية وعمليات التشفير أيضاً لدينا Social Engineering Attacks Social Engineering Attacks من أصعب العوائق باتجاه تأمين خوارزمية التشفير لأنه بكل بساطة باستخدام Social Engineering يحاول التاكر خداع ضحية من أجل الحصول على معلومات معينة تساعد في كسر خوارزمية التشفير وهو بهذا الطريقة بمعنى آخر يحتال على خوارزمية التشفير فمثلاً إذا استطاع التاكر بشكل أو بآخر أنه يحصل يخدع المستقبل ويحصل منه على الكي هنا بغض النظر عن خوارزمية التشفير ومدى أمانها فبالتالي يستطيع للتاكر أنه يفك التشفير فلذلك Social Engineering Attacks أحياناً يشار إليها على أنها Unfair Attacks بمعنى أنه المهاجم في هذه الحالة ما قام بعمل تحليلات رياضية أو إيجاد ثغرات في الخوارزمية نفسها وإنما هو استخدم Social Engineering Attacks من أجل أن يخادر الضحية ويحصل على معلومات خاصة زي الكي مثلاً والتي تساعد في فك التشفير نعم هنا لدراسة خوارزميات التشفير يجب علينا أن نأخذ مبادئ الموديولر أريثماتيك موديولر أريثماتيك طبعاً هي عبارة عن إجراء عمليات رياضية ومن ثم إجراء عملية المود أو باقي القسمة ما هو هدف المود؟ هدف استخدام المود هو ضمان أن أي عملية رياضية تجرى على أي عنصر داخل حقل معين الناتج يجب أن يبقى ناتج هذه العملية الرياضية يجب أن يبقى داخل هذا الحقل الناتج يكون عنصر ينتمي إلى هذا الحقل فمثلاً إذا كان حقل القيم المتاح هو من صفر إلى القيمة 24 فبالتالي هنا الآن لما نأخذ باقي القسمة أو المود 25 فبالتالي هنا الناتج يجب أن يكون من صفر إلى 24 فهنا على سبيل المثال 13 زائد 16 الناتج 29 ولكن بعد ما نأخذ المود مود 25 الناتج يصير اكويفلنت أو مكافئ لأربعة مود 25 هنا مثلاً 13 ضرب 16 الناتج 208 مود 25 الناتج يعطينا الثمانية وهكذا والآن نبدأ بدراسة أولى أنواع خوارزميات التشفير الكلاسيكية أو ما يسمى بالهيستوريكال سايفرز وتسمى سيزر أو شفت سايفر سيزر طبعاً أو شفت سايفر هي خوارزمية قديمة تستخدم أمل شفت للأحرف والتي تم ترجمتها رياضياً أو تم تعريفها رياضياً من خلال الموديولر أريثماتيك عملية التشفير هي بكل بساطة عملية جمع قيمة الكي إلى القيمة العددية للبلين تيكس ومن ثم أخذ المود مود 26 لماذا مود 26 لأن هنا العناصر هي أحرف اللغة الإنجليزية والتي تبدأ من A إلى Z والتي تعطى القيم العددية الموضحة أباكم في الجدول من 0 إلى 25 فحتى نضمن أنه أي عملية جمع ما بين أي عنصرين داخل هذا الجدول يبقى الناتج من 0 إلى 25 فنأخذ دائماً للناتج باقي القسمة على 26 عملية فك التشفير هي عبارة عن عكس وهنا نذكركم فيما تكلمنا عنه في بداية المحاضرة أنه عمليات الديكريبشن هي عكس لعمليات الانكريبشن الآن عملية فك التشفير هي عبارة عن عكس يعني عبارة عن عملية طرح على وجه الخصوص نقوم بطرح قيمة الكي من قيمة من القيمة العددية للسافر تكس لتر والناتج طبعاً نأخذ مود 26 حتى نضمن أن القيمة أيضاً ضمن الحقل المطلوب طبعاً ونأخذ مثال حتى تتضح الفكرة لدينا الكي المستخدم هو الرقم 17 ولدينا أيضاً البلاين تيكست هو كلمة attack هنا في البداية نأخذ القيمة العددية التي تقابل أحرف البلاين تيكست فلدينا لأي يقابل الحرف صفر تي يقابل الحرف تسعطاش أيضاً تي تسعطاش أي صفر سي يقابل الحرف اثنين كي يقابل الحرف عشرة والآن نجري عملية التشفير على كل حرف على حدة فبالتالي هنا الآن حتى نشفر الحرف A القيمة العددية لأي صفر زائد قيمة الكي 17 مود 26 الناتج يبقى 17 17 هي القيمة العددية للحرف R وهنا طبعاً يعني لا يوجد فرق ما بين الكابيتل والسمول لتر في مثالنا هذا يعني Rسمول هي نفسها R كابيتل فبالتالي A تصبح R أيضاً هنا لدينا الحرف T T عنده القيمة العددية 19 فهنا حتى يتم تشفير حرف T نقوم بإضافة القيمة الكي القيمة العددية للكي والناتج طبعاً يعطينا القيمة 36 بعدما نأخذ مواد 26 يبقى باقي القسمة باقي قسمة 36 على 26 يعطينا الرقم 10 الرقم 10 يقابل الحرف K فبالتالي يتم تشفير الحرف T إلى الحرف K وهكذا إذا أكملنا بنفس هذه الطريقة نجد أنه كلمة attack تم تشفيرها إلى هذه الكلمة لاحظوا الآن لو تم التقاط هذه الكلمة معنا هذه الكلمة غير مفهوم وهذا هو المطلوب طبعاً So we can say that using Caesar cipher encryption we protected the confidentiality of the plain text word attack هذه المعلومة أو الأتاك أصبحت سرية محتوى أو معناها غير معلوم طيب طرف المستقبل الآن يحتاج إلى فك التشفير فهو يستلم السافر تيكست ويجب أن يمتلك الكي ويقوم بعملية عكسية كيف؟ بالشكل التالي يأخذ القيمة العددية للسافر تيكست لتر الأول R القيمة العددية له 17 ويطرح منه القيمة العددية للكي اللي هي أيضاً 17 الناتج 0 صفر يعني الحرف A لاحظ حصلنا على الحرف A من جديد يأخذ الحرف التالي اللي هو K K القيمة العددية له 10 ناقص القيمة العددية للكي 10 ناقص 17 الناتج هو سالب 7 طبعاً إذا ظهرت عند القيمة سالبة حتى نحصل على ما يكافئها كقيمة موجبة نضيف لها قيمة المود اللي هو 26 ف26 نضيف له السالب 7 الناتج يعطينا موجب 19 19 يقابلها الحرف T وهكذا نكمل بنفس هذه الطريقة حتى تتكون لنا الـ Plain Text Word من جديد وهي الكلمة Attack نتابع هنا ننتقل بكم لدراسة نوع جديد من أنواع أنظمة التشفير طبعاً هذا النوع يندرج ضمن Symmetric Cyphers لماذا؟ لأنه هذا النوع أيضاً يستخدم One Private Key يجب أن يكون موجود لدى المرسل حتى يتمكن من التشفير ولدى المستقبل في البلاي فير سايفر الخطوة الأولى هي عبارة عن تقسيم البلاين تيكست إلى أزواج من الأحرف فمثلاً لدينا الآن هذا النص Hide the gold in the safe مطلوب تشفيره باستخدام الكيوورد System في الخطوة الأولى نقوم بتقسيم البلاين تيكست إلى أزواج من الأحرف بهذا الشكل إلى أنه تقسيم كامل البلاين تيكست في حال كانت عدد الحروف فردية يتم إضافة ما يسمى بplaceholder وهو عبارة عن حرف من النادر وجوده في نهايات الجمل باللغة الإنجليزية عادة يتم اختيار الحرف Z أو الحرف X الخطوة التالية وطبعا تجدون هنا الخوارزمية بالكامل مشروحة لكم بالتفصيل حتى تستطيعون الرجوع إليها أثناء المذاكرة هنا يتم إنشاء الماتريكس الماتريكس هي عبارة عن مصحوفة خمس صحوف بخمس أعمدة يتم إنشاءها طبعا يتم في البداية إدراج الكي وورد وهي كلمة system مع حذف أي تكرار هذه المصحوفة يفترض بها في النهاية إنها تحتوي على كل أحرف اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى حرف الكي إلى أحرف الكي فيتم إدراج الحروف للكي وورد مع حذف التكرار لاحظوا كلمة system بدانا ب S Y التكرار الثالث لم نضعه T E M من ثم نكمل إدراج الأحرف من A إلى Z مع عدم تكرار أي حرف فمثلا أدرجنا A B C D E الحرف E لأنه موجود ضمن أحرف الكي وورد لم يتم تكراره F G H الآن هنا استثناء للحرفين I و J يتم وضعهما في نفس الخلية حتى نتمكن في النهاية من إدراج 26 حرف في هذه المصروفة بعد بناء المصروفة الآن سوف نستخدمها لإجراء عمليات التشفير الآن يتم تشفير كل زوج من أحرف الplane text على حدة فمثلا لدينا الزوج الأول يوجد الحرفين H I يتم تشفيرهم باستخدام ثلاث قواعد رئيسية القاعدة الأولى إذا كان الحرفين في نفس الصف فبالتالي تشفير كل حرف هو من خلال عمل shift إلى اليمين يعني تشفير كل حرف واختيار الحرف الذي يجاوره إلى اليمين فالحرف H يتم تشفيره بالحرف I والحرف I يتم تشفيره بالحرف K فلاحظوا الآن H I أصبحت I K لاحظوا الزوج الثاني من الأحرف D E من كلمة hide هنا القاعدة الثانية تقول إذا كان الحرفين في نفس العمود فيتم تشفير كل حرف من خلال اختيار الحرف الذي هو أسفل منه مباشرة في نفس العمود فمثلا هنا ناتج تشفير D هو الحرف K وناتج تشفير E هو الحرف D طبعا إذا كان الحرف في الأسفل يتم الرجوع إلى أعلى العمود من جديد وإذا كنا في نهاية الصف نرجع إلى بداية الصف من جديد طيب لاحظوا الآن هنا الحرف TH إذا نكمل بالقاعدة الثالثة القاعدة الثالثة إذا كان الحرفين ليسوا في نفس الصف ولا في نفس العمود كما هو الحال الآن مع الحرفين T و H إذن ما هو العمل في مثل هذه الحالة لاحظوا الآن لذين لذين الحرفين T و H يتم عمل ركتانجل أو مستطيل يشمل الحرفين T و H وبالتالي يتم تشهير كل حرف من خلال اختيار الحرف الذي يقابله في طرف المستطيل فبالتالي الحرف T يتم تشهير إلى الحرف Y وأيضا الحرف H يتم تشهير إلى الحرف I لاحظوا هنا أيضا نكمل في عمليات التشهير لدينا الحرفين E و G نرسم مستطيل يشمل الحرفين E و G فلاحظوا الآن لتشهير الحرف E يتم اختيار الحرف S ولتشهير الحرف G يتم اختيار الحرف K فناتج تشهير E G هو SK ونكمل بنفس هذا الطريقة إلى أن يتم تشهير كامل Plain Text فبالتالي لاحظوا الآن هذا هو النص المشفر أو السافر Text اللي تحصلنا عليه نص أحرف مباثرة لا تعطي أي معنى محدد فهذا يعني أنه معنى الرسالة الأصلية اللي هو Hide the gold in the safe تم حمايته من خلال عملية التشفير فلو تم التقاط هذا النص المشفر هذا لا يعني أنه تم التقاط الرسالة الأصلية بمعناها المطلوب نعم نتابع معكم الآن هذه هي عملية فك التشفير باستخدام playfair cypher لعملية فك التشفير المستقبل وتذكروا أنه هي تندرج في النهاية ضمن صنف symmetric cypher إذن المستقبل يجب أن يمتلك keyword system وبالتالي هو يقوم ببناء الجدول تماما كما فعلنا عند إجراء التشفير ويقوم بتقسيم أحرف السافر تكست إلى أزواج من الأحرف ويبدأ بفك تشفير كل زوج على حدة من خلال كسر القواعد التي استخدمناها في عملية التشفير فلاحظوا الآن لدينا الحرفين IK الآن IK يقعون في نفس الصف إذن فك التشفير يعني عمل shift الآن باتجاه اليسار لعكس العملية الأولى فبالتالي الآن I فك تشفير هو الحرف H وK فك تشفير هو الحرف I فبالتالي فك تشفير IK هي HI I طيب KD KD في نفس العمود فبالتالي الآن في التشفير أخذنا الحرف الأسفل الآن في فك التشفير نأخذ الحرف الأعلى فبالتالي الآن لدينا KD فك تشفير K هو الحرف D وفك تشفير D هو الحرف E فبالتالي لدينا كلمة height YI لاحظوا الآن Y وI حرفين ليسوا في نفس الصف ولا في نفس العمود إذن في مثل هذه الحالة نقوم بعمل Rectangle وبنفس الطريقة اللي شفناها مسبقا الآن الY نختار الحرف الذي يقابلها بالزاوية الأخرى فهو الحرف T والI أيضا نأخذ الحرف المقابل لها بالجهة الأخرى فيظهر لدينا الحرف H ونكمل بنفس هذه الطريقة إلى أن نحصل على Plain Text Letters من جديد اللي هي جملة hide the gold in the safe وبهذا نكون قد تمكننا من تشفير وفك تشفير الرسالة كان هذا هو أهم المواضيع التي نريد أن نغطيها في مديور رقم واحد تكلمنا عن أهم المصطلحات الرئيسية في مجال التشفير أهم الفانكشنز أو العمليات التي تؤدى تكلمنا عن أهم الخدمات التي نحصل عليها من خوارزميات التشفير أهم أنواع هذا الخوارزميات ومن ثم طرقنا إلى أمثلة لخوارزميات التشفير ورأينا بشكل عملي ومباشر كيف تتم هذه العملية في المواضيع القادمة إن شاء الله الأسبوع القادمة سوف نستمر بالتطرق إلى مواضيع أكثر تقدما في مجال التشفير شكرا جزيلا لحسن استماعكم ونتمنى أن تكون الفائدة قد تحققت للجميع السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر